جيمي. ناحية تانية هي اللعبة بتشكيلها عاملة ازاي? تبقى تبقى لاخر من رانو. تبقى لماركا والموندو توبر تيفو النهاردة بيتكلموا انه التشكيلة اللي لعب بها ريال مدريد. بنتكلم على ناتشو روديجر كارفاخال ناحية اليمين. لو معنا صورة للتشكيلة يا جماعة نعرض. ويبقى يبقى اللغز. بقى اللي اللي حصل عليه ما بين الصبح لحد ريال مدريد عمل التمرين الاساسية بتاعته بدخول قلابة. دخول قلابة في التشكيل والشكل اللي كانوا بلعبوا فيه هي دي التشكيلة. يلا. كامافينجا روديجر ناتشو كارفاخال والثولاسي مادريتش آآ وكروز تحتيهم شاميني فينيسيوس وبالفردي وريدريجو. في تنين لعيبة يا كريم. انا بقول لك دول سواء لعبوا بالشكل اللعبوا بكرا اساسيين او بودلا هيبقى ليوم ما كان في المباراة. قلابة ده اللعيب الاولان اللي انه نهاردة دخل آآ فيه المرادة الرئيسي بشكل ممتاز. اللعيب التاني سي بايوس اللي كم معانا شوية حاجات لسي بايوس لكن معاناش وقت بقى نقولها. لكن آآ سي بايوس لعيب مختلف تماما في وسط الملعب. وهم دول هاتي بيعملوا الريبليسمينت. رغم انه عقده لسه مجددش بيعملوا الريبليسمينت لسي بايوس انه يكون موجود في وسط الملعب. اعتقد انه هياخد مكان كروز. يعني اعتقد من ايه. مين فيكو بشجع على يام مدريد? لا مش الحش فيه. انا مفجعش على مدريد. انشوتي بكرا هيدا بماريانو. ممين? ماريانو. انا اشك. الفيرود. انا اعتقد ان هو يلعب سي بايوس. وتشاوميني. وفالفيردي. وهلعب اسينسي وهلعب زي التشكيلة مواطش اللي فات. بس اعتقد ان الكروز مش هلعب. كروز مش هلعب. اعتقد ذلك يعني. بس اخب بالك من النقطة برضو. هو ناس تكلام عكروز و مودريتش. كروز و مودريتش في مبارزة يا بكرا. هو عارف ان الرتم البدني مش مش هيكون سجال زي مثل راميديو برشونا زي راميديو سيتي. فهو عارف ان هو هيفضل معظم لوقة ماس الكرة. فدام انا معظم لوقة ماس الكرة. لبقى انا عندي اتنين معلمين الكرة في العالم كله. مودريتشو كروز معهم الكرة. وتشاوميني ديسترويير بيلموا وراهم. اعتقد ذلك هيحصل.